موسيقى 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 وأخواتي ورد في حديث خرجه الطبراني كما أذكر ولم أراجعه قال عليه الصلاة وأفضل السلام قال الله تبارك وتعالى أو يقول الله تبارك وتعالى حديث خدس الإله جليل إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وذكر مثل هذا في الصحة والسقم وأشياء أخر إني أدبر عبادي ختم فقال بعلمي وأنا الحكيم الخبير اتركوا أمر تدبير العباد وقسم الأرزاق والحضوض لهذا شأني صح؟ قال إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فإنت المربوب إنت الصنعة إنت الفخار صح؟ وهو الطيان هو الخالق لا إله إلا هو مين يحتكم على مين؟ هو هو حر لا إله إلا هو لا يرسل وأنا يفعله وهو هو أمنك من أمرين ننتبه الرب أمننا من أمرين من العبث قال ما في عبث حكمة حكمة قاضية مهيمة على كل الأمر حسبتم أنما خلقناكم عبثة يحسب الإنسان يترك السهدة قال ما في الكلام هذا أفنجع المسلمين كل هناك حكمة هناك حكمة حكمة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتخالفين لكن من يدركها؟ صاحبها لا إله إلا هو لأنها بقدر نحن بقدرنا صعب وأمنك من الظلم انتبهها من الظلم في الأخير ستقول أيها بشكل منظري بذكائي بغبائي بوضعي الاجتماعي بسجون الأربعة بلغة عليه شريعتي أيا كانت سجن الاجتماعي سجن التاريخ والجغرافيا سجن الأيدولوجيا والميراث كل السجون بكل سجونك بكل مشروطياتك بكل مشروطياتك في الآخرة لا تخافش لن تظلم لن تظلم لا تقول لا ما أعطنيش ذكاء هذا ويحاسبني من قالك سيحاسبك زي ما يحاسبه؟ لا 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 وضعني في ظروف جرتني المعصية والإجرام حتى القتل والفاحشة برضو ما تخافش محطوطة في الميزان وأنا أضع الموازين القصد ولذلك حساب العالم يوم القيامة ليس كحساب الجاهل واحد ما كان بعرف واحد بعرف مليح ولا ما صحيح تماما كما قال الأول وظلمه ذوي القربة أشد مضاضة ليش؟ لأنه ذوي القربة قريب يعرفني ويعرف أيدي البيضاء عليه ويعرف كل ما يتعلق بي ويظلمني لم يظلمني البعيد يتجهمني ممكن لا يعرفني يظلمني مفسدا مخربا ظالما مدسوسا ولا ما صحيح فهو يبتغي بظلمه إياي مصلحة الدين والوطن ممكن عنده عذر بس أنت قريبي أخوي كيف تظلمني صعب كثير نفس الشيء من علم ليس كمن علم ولذلك ليس كمن لم يعلم عفوا لذلك يبدأ يوم القيامة بحساب العلماء تخيل أول ما تؤجد جهنم بالعلماء اللهم لا تجعلنا منهم اللهم لا يسعد به غيرنا ونشقى به نحن مصيبة أقسم بالله العلماء علماء الدين بالذات ويقال لهم ليس من علم كمن لم يعلم كونتو بتعرفوا لما الأمي يعمل المعصية لما الأمي يشهد بالباطل لما الأمي أمي هنأخذه على قدر معرفته الأمية بس أنت عالم تأمر الناس بالمعروف ولا تأتيه وتنهاهم عن المنكر وتأتيه في حديث أسامة بن زيدان معروف الحديث المخيف في الصحيح هو هذا عدل إذن أمنك من أن يكون من أن يكون عابثاً لا إله إلا هو لاعباً قال لك ما أخلقنا سوداء الله لاعبين ما أخلقناهما إلا بالحق ليس لعب ليس لعب ليس لعب ليس لعب ليس لسوداء وأمنك من الظلم قال لك ليس حظمك خلاص أنت بتستريح كمؤمن الحمد لله ما يهمنيش سر القدر ما سرش كذا أنا لن أظلم إذن أجتهد أجتهد وأبغي نفس الخير يا رسول الله لما قال له منه كل شيء فرغ منه كل شيء عند الله واضح ومعروف وين بس هذا لا يعني أننا مجبورون على أن نفعل ما سنفعل أبداً أبداً طبيعياً قلناها عدة مرات هذه فيا رسول الله قالوا أفلا ندعي العمل ونتكل إذا هيكة إذا كل شيء فرغ منه خلاص نقعد قال لا بل اعملوا كلاً كلهم عفواً ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة اللهم اجعل منه بفضلك ومنك فسيوسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيوسر لعمل أهل الشقاوة يقول إمامنا مرة أخرى أيضاً أبو عبد الله الشافعي رضي الله عنه وارضاه وما أحسن ما قال قال رحمه الله عليه ما شئت كان وإن لم أشاء وما شئت إن لم تشاء لم يكن خلقت العبادة لما قد علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن يعني المسن ففي العلم يجري الفتى والمسن طبعاً علم والجاهل والكافر والمؤمن كل يجري في علم الله ملاحد ولا شيء demain يخرج عن علم الله ففي العلم يجري الفتى والمُسن وبعدين يقول إيه فذاك جميل وذاك قبيح فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن إيش شقي وإيش سعيد وإيش قبيح وإيش حسن عنت ذا وخذلت ذا وما بعرف والله حين نسيت الشطر الآخر إذن هذا هو علم الله هذا قدر الله النافذ في الخليق من عندي آخره إخواني وخواتي يحدث أحيانا وحدث في هذا العام وحدث في العام الفارط وتألمنا كثيرا تعلمنا لفتاة في قطاع غزة في بلادنا هناك رفع الله عنهم البأساء والضراء نعم والشحناء والبغضاء كانت الأولى على دفعتها في الجامع وليس في الثانوية وجالس في محف الكبير يحتفل بتخرجها والأولى على دفعتها حركوها فإذا هي ميتة شيء عجيب مؤلم أحان الله أهلها وأخلف عليهم في مصابهم بها خير يعني بعد ما شاء الله فتاة يعني ما شاء الله والأولى وكانت على جمال وعلى خلق وبحجابها تموت في لحظة فرحتها الكبرى عند هذه المرحلة من حياتها نفس الشيء طبيب ينذر مريضه يا فلان وصي أوصي وإذا عندك حقوق طبيب مسلم أعدها إلى أهلها لم يبقى لك في قيد الحياة ومهلتها إلا زهاء شهرين تمضي عشرون عاما وهذا المريض المنذر بالموت القريب لا يزال حيا وقد مات الطبيب في مهلة الشهرين مئات القصص كهذا يموت الطبيب في المهلة ويعيش المريض شيء لا يكدوا صدق شيخ متهدم كبير طاعن في السبعين في الثمانين تحالفت عليه أمراض الدنيا سكر وضغط وربما حتى أي كلاوي وبرستات كل الأمراض والقلب والشرايين جميل يعيش لا يزال يعيش وقد أناف على التسعين والطبيب الذي شخص أي بعض أمراضه كان في العقد الثالث من عمره ورياضيا ويطمح إلى حياة مديدة طويلة مات من حين وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر تقول ليش قضية أقول لك سر القدر سر القدر الله بده إليك لا تتكلم إذا علمت أن هذا من سر القدر رضيت ولم تسخط وسلمت وإيقنت وتبعت حياتك بالإيمان لا بالتجديث والخسران بعدين إياك سر القدر عشان هيك الإيمان على فكرة لو القدر مسألة سهلة يمكن أن تدرس كما قلت لكم خطيا بمعادلات وفلسفات لماذا نؤمن بها؟ الإيمان كله امتحان كل قضايا الإيمان امتحان واضح يا أخواني؟ ولذلك كما وعدتكم لو عدنا إلى كتاب الفرج بعد الشدة القضي التنوخي رحمة الله عليه ستقعون على مئات القصص حقيقة دعنا نقول عشرات حتى ينبالغ عشرات القصص والحكاية عم من نجأ وهو في لج الهلك حكيت لكم بعضا في خطب قديمة في لج الهلك نجأ ولو عدتم تستشيرون وتستقرون الحياة العملية الحياة عادية لو قعتم على عشرات بل مئات القصص عم من هلك وهو على بر النجا بين أولاده في مكتبه بين جنده هلك من غير علّة شيء غريب سر القدر مرة أخرى سر القدر يحكي المرحوم ونختم بهذه القصص السريعة الشيخ علي الطنطاوي الأديب الجميل والفقيه الجليل والقاضي الرائع رحمة الله عليه وروح الله روحه فعليين يحكي يقول رأيت مرة بعيني للترام في الشام في دمشق وقد انكسر مقوده فتصبب من منحدر مسرعا إلى غايته وفي الطريق منعطف يعني عطف عند الجسر يقول وامرأة بين الخطين بعد المنعطف سمرت رجلاها من الفزا شافت ترامج جاء كالقضاء المستعجل كعقاب قضى على فريسته تسمرت المسكينة أدرنالين هذه قضية معروفة في الفيزيولوجي خلص إن شاء الله تجمدت في مكانها المسكينة ولم يهرع أحد لتحريكها لأن الوقت أضيق من أن يتدخل فيموت معها ما فيش يقول ثواني هي الحكاية بعض الناس أسبلوا عيونهم حتى لا يروا النهاية الصراعية الأليمة لهذه المرأة المسكينة إلا أن القطار يقول الشيخ حالد تنطاوي عد المنعطف خرج عن سكته ودخل مباشرة في حائط على قوم يتسمرون أهل بيت فقضى عليهم سر القدر لا إله إلا الله من قالت كل الإحتمالات الظاهرية بأن الضحية هي هذه لم تكن الضحية ونجت والذين نجسون في بيتهم وادعين يتداولون ربما الحديث ويتناولوا عشاءهم مع كؤوس الشاي جاءهم قضاهم في لحظة فألحقهم بالأوائل بأسلافهم ممن ماتوا حكمة عجيبة يا إخواني حكمة عجيبة وغريبة مثل هذا كثير يحدث كثير يا إخواني يقول أعرف رجلا من أبطال الثورة السورية شفته في الثلاثينيات يعرفوا شيخ طنطوي هو معمر هو عمر فوق الدسعين رحمة الله علي يقول رمى نفسه على الموت خمسين مرة يعني خمسين مرة عمليات فدائية والموت يروغ من تحته ويهرب منه في الشفاء اطلبوا الموت أو بكر يقول وانظروا إلى نهايته وبين كان ذات يوم قائلا في بيته ووضع الرأس على مخدته بين أهله إذ اختصم سكرانان فأخرج أحده ومسدسه فأطلق الرصاصة فوقعت في رأس الفدائي الكبير فمات في حينه نام وما قام ما الذي يحصل سر القدر نهاية عجيبة